السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم يا اغلى متابعينا عاملين ايه? وحشتوني جدا جدا. والنهار ده يوم جديد من يوميات بوسي. يومنا النهاردة هنبدأ بالصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وصلى على رسول الله وقلوا بسم الله ما شاء الله لان احنا دخلين شقة العريس. طبعا فرش العروس هنفرشه النهاردة. جدت لكم اليوم العزال كامل لحد بالليل لحد ما طلعنا الفرش فوق. طبعا ده كان تاني يوم. اهل العروس هجوم عشان يفرشوا الشقة. طبعا اخدونا معاهم. طبعا انت تقول ايه لي طلعكم? احنا طبعا اخوات العريس. بس هم صمموا طبعا واخدونا معاهم مشكورين جدا جدا. وكاننا طبعا بنشارك بعض بالرأي. وبنساعد بعض وكل واحد عنده فكرة كان بيقولها. نظمنا نفسنا واجبنا كده حاجة النيش قدام النيش عشان نبدأ نرسها. جايبين كاسات وحاجات حلوة جدا ان شاء الله هتعجبكم لما نيش يترس بازن الله. هنبدأ نرس في نيش والمجموعة اللي بقى لدخل قط النوم خدوا معاهم الشونت اللي فيها بقى طبعا المفارش والفوت والهدوم وكده وبدأوا يرسوا في قط النوم. مجموعة كده ومجموعة كده. اما المطبخ طبعا كان لسه بقى ايه? ما تعلقش فتا عطلنا شوية بالنسبة للمطبخ. تمام? آآ المطبخ هيجي يعلق الراجل بس اخر النهار. هو والستاير برضو بتاع استاير يجي يعلق استاير. فهوالهالكم برضو لما تركب دلوقتي حلل ان شاء الله. بدأ نفتح في الحاجة ونرس. طبعا اهو انا طبعا ما كوتش بصور واحنا بنرس لان ايه دي ما كاتش فاضية. كنا طبعا واحدة بتناول واحدة بترس وكنا بنساعد بعض والحاجة اللي ما تعجبناش نشيلها تاني ونحطها تاني. ونجرب طبعا كده اكتر من تجربة علشان نطلع الشكل في الاخر كويس على قد ما درنا يعني. آآ تمام آآ فاضل حابت حاجات اهو لسه طبعا هنوسع لها ونرسلها. كده النش خلاص خلص والمطبخ اتعلق اهو. شايفين المطبخ كده اتعلق خلاص. بس طبعا عايز المفارش بقى لان المفارش خلصت كلها في قط النوم جوه. كان جابها مفارش شكلها حلو جدا بس خلصت كلها في الدولاب. آآ شايفين دي بتاعة التسالي شكلها حلو جدا وعجبني وقلت وارها لكم. آآ ادي الستاير كمان ركبت. آآ راجل بتاع الستاير جي ركب الستاير وركبت عجبتني شكلها حلو جدا. دي ستارة اه ستارة قط النوم. طبعا هما جايبينها علشان لون المفرش بتاع السرير هو نفس لون الستاير هقوله لكو برضو في اخر الفيديو اللي هو اللون الكشميري ده حلو جدا. بدأنا نروس في المطبخ بقى الحاجة اللي هتترسع رخامة كده بقنا نروسع رخامة واللي بتروس في المطبخ بروسه في المطبخ. آآ هكامل معكم الفيديو بس يلا نشوف الحاجة اول ما طلعت. وشافيتنا واحنا بنفرش عملت ايه? يلا نشوف كده. ام العريس حبيبتي. ربنا يديها الصحة وطلط العمر يا رب ويخليها لنا ويديمها دايما كده في وسطنا يا رب وتكون فرحانة ومبسوطة دايما. آآ هنا بقى بعد ما خلصنا الشقة ده يوم الحين الصبح. احنا كنا طلعين علشان نفرش بقى نفرش الشقة نفرش السجاد لان احنا لما فرشنا وخلصنا احنا مفرشناش السجاد. علشان طبعا في ناس طالعة ونزلة هتتفرق كده على الشقة وكده فقلنا قلت ورها لكم كده وبعد بقى كده ما خلصها ومسحها هورها لكم تاني برضو. آآ لسه كمان الرصة دي بتاعة الرقنة مش مرصوطة حلو انا هرصوها تاني لسه. بحبيت بس واريكم السطارة بتاعة آآ الانتريل لان انا ما صورتهاش بتاعة الرقنة. وقادي انيش خلاصة رص مفيش غير السطارة بس بتاعة المطبخ هي اللي عايزة تتعلق. وانيش خلاص جده هو رصنا. آآ رصة يعني على قد مقدرنا رصة حلوة. آآ حاجات جميلة جدا تتهنى بها يا رب. وعبال عندكم جميعا يا رب وعبال كل البنات. يلا بقى نشوف المطبخ كمان رصنا سزا. رصنا برضو في المطبخ حاجات وفي حاجات какая عايزة تتشال برضو في الصحارة او في حاجات كتير جدا عايزة تتشال في الصحارة كانت بسم الله ما شو الله جاية بحاجات كتير. فاحنا برضو النهاردة يوم ينحلنا برضو هنشيل الحاجات دي. وهنحطها في الصحارة بتاعة الرقنة. هورها لكم بس الاول قبل ما نشيلها. طقم الحلل الالامونيا ده والطقم الحلل الاستلس دول. الطاقمين دول هيتشالوا. وطقم كمان الالمونيا اللي فوق اللي فوق الحتة اللي بقرها هو رهلكو برضو. طقمين. آآ تلات تطقم كده هيتشالوا. وقادي المطبقية رصينا فيها اطباق فوق وتحت وكبيات وهنا طقم التوابل والكتش الماشين والخلاط كل حاجة في الضرفة دي وفوق كده البلاستيكات اللي هتستعملها للمطبخ. تمام? وكمان رصينا في الجنب التاني ده ازاز. كل دي ازاز وكبيات تقديم يعني للمطبخ. عشان ما اتطلعش من النيش وكسات. آآ كده المطبخ هنا من فوق اتراس. ومن تحت بقى كمان تحت الحوت حدتنا البسكت وهنا الازاز والتواجن. آآ الترمز تاع الشاي. وطبعا لست ده بنشوف له مكان. الفرن الكهرباء لست بنشوف له مكان. والحلة اللي دي ازا ما قلت لكم هنشيلها بس اما نبدأ آآ نشتغل كده. هنشيلها في الصحارة. آآ هنا بقى حاجات اللي هي الرفايع كده. الادوات بتاعة المطبخ الصغيرة او الرفايع والتي تحت ده فيه السابون والكرول والحاجات اللي هي هتستخدمها لله للغسيل يعني. لان الكطع اللي فوق دي اللي احنا حاطين فيها تقم الجرانيت والسيراميك دول. دول كان اصلاً الكطع اللي فوق الغسالة دي كنا عاملينه علشان المنظفات. فطبعا لما المطبخ كان صغير ودايق ما خدش كل حاجة فحطينا تقمين الحلال الجرانيت والسيراميك فوق الغسالة. في الحتة اللي فوق الغسالة اللي برة آآ اللي في الصالة تمام كده هتشوفوا دلوقتي هين هي فوق الغسالة ازاي هورها لكم دلوقتي ده طقم الحلل برضو ده طقم الحلل اللي هو الشاورمة العادي ده هيتشال برضو خالص هنشيره ان شاء الله دلوقتي تمام هو والطقم ده والطقم ده هنشيرهم دلوقتي لقيت طبعا الغطى ده جوه محظوظ فوسط الحاجة وهو بتاع الطقم ده فرجعت ومكانه وحبت حاجات كده بنزبطها وهنمسح الشقة وهنقفلها خالص عشان بكرا ان شاء الله الفرح وهنعلق الستارة دي كمان بس كنا مستنين اخويا جيب لشنيور علشان يعلق هلنا ودي الغسالة غسالة تشيبة طبعا لا يعلى عليها غسالة تشيبة لفوق اوتوماتيك وقادي الدولاب رصنا برضو الدولاب وهنا المفارش والبطاطين كانت كتير جدا طبعا جمالها باسم الله ما شاء الله كتير جدا كل ده كان عايز ترص في صحارة السير قبل ما نفرشه لكن احنا خلناك كده وبعد كده هي ان شاء الله هتشيله الغسالة تحفة زي ما انتو شايفين اهو غسالة تشيبة فوق اوتوماتيك لا يعلى عليها زي ما قلت لكم احسن ماركة يعني عمتا ومتوفرة بتاع الغيار بتاعتها وكل حاجة تمام اه طبعا شلت طقم الحلل اه زي ما انتو شايفين من فوق المطبخ وحطينا شنطة المعلق دي وشلنا الحلل اه من فوق وحطيناه في صحارة في صحارة الرقنة وارتها لكم قبل كده نياب صحارة وفرشنا السجاد مسحنا الشقة فرشنا السجاد اه اه وادي الحمام برضو مسحناه ونشفناه دي كده خلاص يوم الحنة بالليل ان شاء الله هنزل لكم يوم الحنة ده ان شاء الله في فيديو جاي بازن الله هوريكم بس الليد اللي ورا المراية قلت لكم قبل كده في الفيديو ان المراية دي لها ليد هنورهو لكم بقى دلوقتي عشان تشوفوه شكله حلو قوي وادي المطبخ شلنا الحلل اللي قلت لكم عليها اللي كانت تحت اهي بس سبت لها حوالي اربع حلل كده لو حابت تستخدم حلل الامونيا برضو ما بنستغناش عنها ست لها حوالي اربع حلل كده آآ على قدهم يعني الحلل الصغيرة اللي تقدر تستخدمها وطبعا اللي هي عايزة هتجيبوا بعد كده هترفع الرقنا وتجيب اللي هي عايزة الكتعة لو قلت لكم عليها اللي فوق الغسلة هي اللي كنا بخلينها المنظفات دي حطينا فيها اطقم الحلل اللي هي الجرانيت والسراميك وقادي النيش برضو خلصناه كان في كده حابت الحاجات برضو نزلناها تحت في النيش من تحت تاني آآ كانت برضو محطوطة وكنا هنشيلها في السحارة فرجعنا تاني حطينا لها حطينا هلقى في النيش من تحت طبعا آآ مومتها هي قلت لنا طبعا آآ هما كانوا هيجوا بس الوقت عندهم ضيق لان هما عندين ليلة حنة جميلة في منتهى الجمال برضو عندهم فهم ما فضيوش ان هما يجوا يفرشوا لها استجاد يوم الحنة فاحنا طلعنا بالليل وفرشناها ودي قط النوم كمان فرشنا السجاد بتاعها وزبطنا كده المفرش لانه كان متبهدل شوية آآ طبعا ان احنا طلعنا آآ حكت العريس ورصناها هدومه برضو فكان الدنيا متنعكشة شوية فزبطنا تاني السرير ودي رصة الدولاب انا اللي رصاها بقى قولوا لي رأيكم في رصة الدولاب ايه دي الملايات ولطقم السرير والفوت حاجات شيء جدا وفي منتهى الجمال ربنا يا رب كده يجعلها قدم الساعدة عليهم يا رب ادعو لهم كده الله وربنا يديهم الزرورية الصالحة ويهد سرهم يا رب الله هم امين وقادي التسريحة احنا طبعا كنا جايبين السجاد بناء على الوان القوضة وهما جابوا الستاير بناء على المفارش اللي هما جايبينها فكانت الالوان مش مشة مع بعضها شوية بتاعت الستاير وبتاعة آآ السجاد والمفرش تمام حلو جدا ودي كمان على البرواز آآ بتاعه عامل اضاءة حلوة جدا برا بس انا نسيت اصور لكم الاضاءة في اضاءة الليد فوق فوق هنا بتغير الالوان حلوة قوي طلعنا برا برضو رصية الركنة زي ما قلت لكم ادي استطارة وادي برضو فتحت الانوار بس ما بنيتش حلويتها قوي والنجا فما بنيتش برضه قوي عشان الاضاءة بتاعتها قوية فما بنيتش الدق بتاعها آآ خلطنا كده ما فيش بقى الا المخدة دي هروح اشيلها دي مخدة العرس اللي كان بينامى عليها مخدة العزوبية يعني عمتا كان بينامى عليها الحاد يوم الفرح الصبح خدت بقى المخدة دي معي وهنزلها وانا نزلة لان خلص بقى كده خلصنا الشقة ويراب بيكون فيديو النهاردة عجبكم لو عجبكم بقى حطوا لايك للفيديو وشير وتنسي نشف الاشتراك في القناة وفعلوا زر وفعلوا زر الجرس عشان يسلكوا كل الجيد بنزله بامر الله وده كده حتة من الفيديو اللي جاي فيديو الحنى هنزل لكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي انتظر بقى الفيديو الجاي فيديو حلو جدا ومفرح جدا جدا احبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته